إن شاء الله أنا بعتبر نفسي في وسطكم كهدهد سليمان عليه السلام والنبي سليمان عليه السلام يعني مع قدره وعظم مكانته في الأمة وأن ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطى ملك لا ينبغي لأحد ومع ذلك الملك فاستمع إلى الهدهد واستفاد من الهدهد فمن يجد في نفسه أنه سليمان أو في مكانة سليمان مع فرق التشبيه طبعا ولن يصل فيكم أحد إلى سليمان فليتخلق بأخلاق سليمان عليه السلام يكون عنده ساعة صدر يكون عنده توقع سليمان عليه السلام قال لا أقتلنه لا أعذبنه وبعدين بعد ما كان هيعذبه لا ده سيقتله أو يذبحه ده أخف شوية أو لا يأتييني شوف حط ثلاث احتمالات للهدهد علشان ما يعقبش الهدهد فاستمع للهدهد واتبع كلام الهدهد واتضح أن كلام الهدهد صح وبعد كده أسلمت أمة كاملة بسبب الهدهد طيب يا أخواني جزاكم الله خير أنا آسف جدا للكلام في هذه النقطة أنتوا أفضل من كده بكتير إن شاء الله بإذن الله وأفضل من ظن فيكم كمان إن شاء الله أنا أظن فيكم خيرا وإن شاء الله تكونوا أفضل من هذا الظن جزاكم الله خير إن شاء الله اللي عنده استفسار أنا مستعد أجاوب على أسئلة حضراتكم قبل أن ننهي جلستنا تكلمنا اليوم بفضل الله عز وجل عن أنواع الخطوط وقلنا أن هناك خط ركعة دارج عادي وخط ركعة فني الدارج اللي كل الناس بتكتبوا اللي بابا بيكتبوا حضرتك والأولاد بيكتبوا اللي هما بيقولوا ده خط ركعة هناك خط ركعة الفني اللي بالخطوات والكواعد اللي هنبدأ نكتب فيه يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله اللي هنبدأ أول الكواعد فيه إن شاء الله يوم الثلاثاء بحرف الألف بإذن الله سبحانه وتعالى طيب بالإضافة يسر الله لكم الخير يا أستاذ سعد فرحان ومحمد فرحان حاضر هنقول لحضرتك الدورة الجاية الحصة الجاية هنقول الكواعد طبعاً لتنين كلايهما يا أستاذ بشار تفهم الكواعد وتكتب هقول مثال آخر سأذكر مثال آخر رداً وإجابة على سؤال حاضر من عنايا يا نسيبا عراق إن شاء الله أستاذي الفاضل إذا حضرتك بتروح تتفركتها في النادي أو في الاستاذ على مطش الكورة إيه اللي استفدته أو عضلاتك وجسمك إيه اللي استفادته أنت عندك خبرة أنت شفت الناس بتلعب يا أستاذ بشار وجزاكم الله خيراً يا أستاذ ماهر مرجان ربنا يبارك في حضرتك رحت صلت التدريب الرياضة وتفركت على الناس اللي بتلعب هناك وقلت يا جماعة الخير ما شاء الله اكتهدوا وشدوا حلكوا أنا معاكم والله ده أنا بحبك جداً وقاعد معاكم وتشجع الناس وتسقف للناس طيب إيه اللي استفدته حضرتك يا أستاذ بشار أنت عرفت نظري نعم نعم يا أم عمر صحيحة نقول الكلام ده إن شاء الله لكن لما تنزل تلبس بقى الطاقم الرياضي وتلعب وتمارس كذلك التعليم قياتة السيارات نظري وعملي هناك جزء بسيط نظري لكن العملي كله انزل بقى وسوق اركب السيارة وانزل الشارع وسوق وتحرك بين السيارات اتحرك بين الخططين افتح اليوتيوب افتح الدفتر افتح احضر الزوم افتح الزوم احضر معانا واخد بال حضرتك فالأمثلة كثيرة جداً طيب جزاكم الله خير هذا هو مثل النظري والعاملي طيب نعم السين لها أنواع ممكن تكتب بدون أسنان وممكن بتكتب بدون بأسنان يا أم أختنا اللي سألت الله يبارك فيكم الأخت الفضلة اللي سألت طيب حد عنده سؤال آخر اتكلمنا النهاردة الحمد لله عن الخططين او الخططين اللي كانوا سبب في بداية الشغل وبداية كواعد خط الرقعة اللي ينسب اليهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى عن على او لهم الاجر في وضع كواعد خط الرقعة طبعاً طبعاً يا أستاذة الريهام نرسل لكم الصورة ان شاء الله بعد ان انتهي من الحصة ارسلها مباشرة لحضرتكم حد عنده سؤال آخر انا مستعد للاجابة ان استطعت ان شاء الله في حدود علمي من فضل الله اجاوب على حضرتكم طيب يا اخواني الكرام ربنا يبارك في حضرتكم وينفع بكم انا ساعدت جداً بوجودي في وسطكم وانتوا افضل مني ان شاء الله باذن الله وخطوطكم ستكون افضل مني كم من معلم الحصة القادمة في نفس الموعد يا أستاذة هبة او حبيبة سيد اذكركم بشيء كمان عايز اقول لكم شيء قبل ما افصل معاكم واخلص كلام معاكم حد يعرف فيكم مدرب كرة قدم ما بيعرفش يلعب كرة قدم او حد يعرف فيكم مدرب سباحة ما بيعرفش ينزل المية هذا حقيقة على فكرة ما بهزرش في مدربين بيدربوا سباحة ويخافوا ينزلوا المية او ما بينزلوش المية ما بيعرفش يعمق اصلا هذه حقيقة ابحثوا وشوفوا كلامي ده صح ولا غلط طيب فممكن انا علمك الخط وتكون في يوم من الايام افضل مني ربنا يبارك فيكم ان شاء الله تتابع معنا حضرتك رايح الشغل او جاي من الشغل ممكن في البيت واحنا في نت يا جماعة الخير تحملوا الفيديو تشوفوا انت رايح الشغل عندك شيء معين رايح حتى الى زيارة احد الاصدقاء او تشتري طلبات تشوف الفيديو لا 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 هو ليس فقد يا استاذ ماهر هو عنده المعلومات اللي ساعد طلابه وعنده العلم اللي ساعد طلابه انه يوصلهم لهذا الهدف انا مقصدي مش بنظر للجانب السلبي عند الرجل ده وانه مش بيعرف يصبح المدرب لكن انا بنظر ان الطلاب قدروا يصبحهم لما سمعوا كلام وتوجهات المدرب في حين ان المدرب ما بيقدرش يصبح لكنه وقف معاهم واستمر معهم وهم استمروا واعطوا افضل ما عندهم فتفوقوا كم من طالب تفوق على استاذه هذا هذه الجملة بين خطين او بين او بين كوسين وتحتهم خط ربنا يبارك فيكم انا بشكر حضراتكم اكيد طبعا ربنا يبارك فيكم نعم ربنا ينفع بكم جميعا شكرا لحضراتكم وشكرا لكل من تجاوب معي وعلك وتكلم من الاخوة الحضور ان شاء الله ناخد اسكيري انشط بالحضور الان قبل ان نغلق ان شاء الله واللي مستعد ان شاء الله يختم معنا ان شاء الله او يختم لنا بقرآن كريم يقرأ احنا دايما بنستفتح بالقرآن ونذكر النبي اثناء الجلسة ونذكر ربنا اثناء الجلسة وبعد ان ننتهي نختم ايضا بالقرآن فتكون الجلسة اولها قرآن ونهايتها قرآن وأثناء الكتابة ذكر لله سبحانه وتعالى فتكون كلها مباركة بإذن الله والحمد لله سبحان الله العظيم ربنا يبارك في حضراتكم إن شاء الله لحظة نرسل الله بسم الله الرحمن الرحيم نرسل لحضراتكم السكرين شاط أستأذن مع عليكم اللي كتب يرسل لينا إن شاء الله بإذن الله شغله ما تنسوش أنا برفع شغل هرفع كل الشغل من فضل الله ما يميز الدورة دي إن إحنا إن شاء الله سنرفع كل الشغل هتدخل على رابط واحد هتشوف كل شغل الإخوة بس في دورة حسن خطك أونلاين تمانية مش هتشوف حد تاني وفي نفس الوقت هتقدر تشوف التاريخ اللي هو يعني الأخت اللي سلمتنا النهاردة غير اللي سلمت في أول يوم شغلها يعني فيه أخت مثلا قريبا جدا قبل الدورة بحاجات بسيطة راحت أرسلت شغلها هتنزل تضغط على صورة هيديك كل تفاصيل الصورة حتى حجم الصورة هيقولك الصورة دي حجمها كذا وتم رفعها بالتاريخ كذا والوقت اللي كذا تمام يا أخواني الكرام طيب إن شاء الله أنا أرسل الصورة لحضراتكم واللي مستعد إنه يختم يقول لنا بإذن الله علشان نسمع صوته الطيب الجميل إن شاء الله بإذن الله من يشجينا بصوته الجميل إن شاء الله أنا أرسلت الصور الآن بسم الله محمد يلا ولا أستاذ سعب مين فيهم يلا أنا مين محمد أنا هفتح الجهاز لكم اللي فيكم إن شاء الله بيقرأ لنا بإذن الله يا إخوة يا كرام نعم بسم الله الرحمن الرحيم آه إن شاء الله سأرفع عليكم أنا موجودة عندي المحاضرات يا أستاذة هنا النسخ إن شاء الله إن شاء الله في أقرب فرصة برفع لحضراتكم المحاضرات بتاعة النسخ اللي موجودة عندي كلهم برفعهم إن شاء الله حاضر من عناي جزاكم الله خيرا جميعا أخي محمد فاروق أو آلس آل فرحان بسم الله الرحمن الرحيم يا ريت اللي ما سماش اسمه آه على الجهاز يسمي اسمه حتى لو الوالد وابنه أو الأم وولدها تكتب أم فلان وفلان وفلان زي ما كانت بتعمل أم معاز وآل معاز طيب أين جهاز أخونا محمد فاروق علشان نختم معه إن شاء الله أهو أسك أنا ميوت يلا يا أستاذ محمد إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كثر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامه أن شكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من نناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبيكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماعات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهان المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغبض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم يزاكم الله خيرا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بارك الله فيك وفي صوتك الرائع الجميل الفارس ربنا ينفع بك يا رب العالمين شكرا لجميع الإخوة الكرام والأخوات الكريمات نفع الله بكم وجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة إن شاء الله ولا تنسونا بدعوة صالحة في ظهر الغيب إن شاء الله أو بظهر الغيب إن شاء الله حتى يعني يدعو لك ملك ويكون لك ولك بمثله إن شاء الله جزاكم الله خيرا إخواني الكرام نختم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لحضرتكم جميعا في أمان الله مع السلام جزاكم الله خيرا يا أخي يا معلم الجروب ترك الله فيك